أهلا بكم إسرائيل تعزل إلكترونيا هجمات إلكترونية غير مسبوقة تشنها مجموعة الهاكرز على المواقع الإسرائيلية الخاصة والحكومية صور الأسير المضرب عن الطعام سابر العساوي والشهداء الفلسطينيين احتلت المواقع الإسرائيلية الميدين علمت أنه جار اختراق مواقع رئاسة الحكومة ووزارة الأمن وتعطيل موقع الموساد والسيطرة على موقع البورصة كذلك أدى الهجوم إلى اختراق ثلاثين ألف حساب مصرفي وانهيار أربعة ألاف حساب على التويتر وسحب الكثير من بيانات مواقع التجارة والصناع الإسرائيلية الهجوم نفذه قراصنة الإنترنت من عدة دول بينها لبنان سوريا ومصر وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب ماليزيا وإيران وجنوب أفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل سارعت إلى الاستنجاد بفرنسا وواشنطن لمساعدتها على مواجهة أعمال القرصنة التي استهدفت مواقعها الإلكترونية وكانت مجموعة تدعى أوب إسرائيل قد هددت بأنها ستشن هجومها على إسرائيل بهدف شطبها عن فضاء الإنترنت اشتركوا في القناة